أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبي مرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَعَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّدُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي